انظروا إلى كل هذه الرسائل كلها وصلتني على حسابي في تويتر من متابعي تريندينغ في إيران والعراق واليمن وقطر والسعودية تطلب منا تناول هذا الموضوع أين هو محمد بن سلمان؟ هل هو مصاب أم ميت؟ لكن ما الذي دفع متابعينا للتفكير بذلك؟ معهم حق فمنذ حادثة إطلاق النار في حي الخزامة في الواحد والعشرين من نيسان الماضي لم يظهر ولي العهد السعودي في فيديو في العلن يقولون أنه حتى الصورة التي نشرت في الثالث والعشرين من هذا الشهر مع المنتخب السعودي وفي هذا التاريخ كان المنتخب صلوا يومين في سويسرا أي وصل إلى سويسرا ولم يكن في الرياض يقولون أن الصورة قديمة أيضا هذه الصورة نشرتها قناة العربية الأسبوع الماضي لولي العهد مع رئيس الفيفا هي قديمة تعود إلى ديسمبر 2017 ربما ترون ولي العهد أيضا باللباس الشتوي هذه القلابية الشتوية حساب مجتهد الشهير المتابع من قبل أكثر من مليوني شخص يتحدث عن إصابة ولي العهد بهذه التغريدة الكلام يتزايد عن إصابة بن سلمان في حادث حي الخزامة ودائر قريبا منه تتحدث عن احتمال خروجه للإعلام قريبا تكذيبا لما يجري حتى الصحافة الغربية بدأت تتساءل هذه هي الأوبزيرفر البريطانية تساءلت هل ولي العهد السعودي ميت؟ بعد أكثر من أربعين يوما من الجدل ظهر محمد بن سلمان في فيديو مصور بثه البارحة التلفزيون الرسمي السعودي لاستقبال الملك سلمان لأمراء المناطق في اجتماعهم السنوي في قصر السلام في جدة بدأ بن سلمان مبتسما بشوشا بصحة جيدة بالفيديو ما سبب الغياب إذن برأي المغردين وردود فعلهم على ظهور ولي العهد السعودي أحمد الجار الله وهو صحفي ومن جريدة السياسة الكويتية يقول غياب ولي العهد السعودي الذي تبين أنه لعملية تكميم لتخفيض الوزن هذا الغياب والذي حدث بدون بهرجة وطنطنة وزيارات استشفاء هذا الغياب استطاع ولي العهد من خلاله ترقيص خصومه كما فشلوا في ضخهم الإعلامي أيضا هناك المغردة التي تسمي نفسها مغردة تساءلت الأمير محمد بن سلمان كأنه نحفان أم يتهيأ لي لا أدري هناك حازم درويش له رأي آخر ربما تحليل يقول بن سلمان اختفى كل دا عشان يصطاد أي حد يحاول يتحرك في غيابه من ولد عمه مع إشاعات أنه تصاب أو تأتل مصيدة الفيران يا حبيبي مش بتصطاد غير فيران وهم أذكى من كده